قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن سبع شركات صينية من كبريات الشركات في العالم أبدت اهتماما بالعمل في مصر نظرا لما تشهده الدولة من حجم ضخم للمشروعات التنموية الضخمة وأضف مدبولي أن الدولة تستهدف العمل على قطع الصناعة لزيادة الصادرات وتهيئة موارد جديدة للدولة بالإضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد سبع شركات صينية من أكبر شركات في العالم أبدت اهتمام شديد جدا أنها تيجي سواء تنقل مصانحها أو تعمل توسعات لها هنا في مصر بحجم استثمارات خمسة مليار دولار في خلال الثلاث سنين الجاي ومع اكتمال هذه المصانع هتبقى بتنتج سنويا تمانية مليار دولار طبعا الحقيقة ده كان من خلال التفاوض مع المنطقة الاقتصادية واحنا بالفعل النهاردة وانا يعني بلغت الرئيس الشركة رئيس المنطقة ان انا حقابل بنفسي رؤساء الشركات دول ان هما حيبدأوا من الاسبوع الجاي ييجوا مصر عشان يقدروا ان هما يعملوا معنا الاتفاقيات النهائية ده انا بأكد عليه ان احنا كدولة النهاردة بنشتغل بدأب شديد جدا على موضوع الصناعة حوافز واعفاءات واجراءات تيسير للحصول على الاراضي والرخص موضوع الرخصة الذهبية كل ده الدولة المصرية بتعمله علشان حتى قدامنا فطورة الاستيراد ازاي كسرها وازاي يساو ازاوة صدراتي وعظم من العائد بتاعنا المشكلة الحقيقية في الصناعة وهي مش مشكلة ان الموضوع بياخد وقت لازم ان احنا نبقى عندنا من الصبر ان احنا نشوف هذه المصانع بتاخد وقتها لغاية لما تظهر على الارض